اهلا بكم ولادي وبناتي مرة تانية بنحل معاكم النمازج المكسولية للجزء بتاع الجزء الاول في العناصر الانتقالية ومعنا النهاردة النموذج رقم اثنين النموذج التاني بيقول لي السؤال الاول يحدث تفاعل ما عند درجة حرارة معينة فاذا علمت ان طاقة التانشيط للتفاعل العكسي يعني عند النواتج بدون استخدام عامل حفاظ اربعة اضعاف طاقة المواد النتيجة وقيمة التغير في المحتوى الحراري يعني الدلتا ايتش بتساوي 50 وعند اضافة عامل حفاظ الى التفاعل انخفض الطاقة للتانشيط بمقدار 10 يعني اذا مقدار الانخفاض بعشرة وعندك المحتوى الحراري 50 واصبحت طاقة التانشيط للتفاعل الطرد بمية يعني دلوقتي انت عندك العشرة ده الانخفاض عندك المية ده طاقة التانشيط بعد استخدام عامل حفاظ عندك الخمسين اللي هي الدلتا ايتش يبايزا كل ده مجموعه 160 ده طاقة التانشيط لمين يا شباب ويا بنات للتفاعل العكسي وحنا قلنا التفاعل العكسي ده يعتبر اربع اضعاف يعني دول 160 يبايزا اكني الجزء الواحد طاقة تانشيط المواد النتيجة بس اكنها عبارة عن كام اكنها اربعين يبايحنا كده السؤال اللي جاب رقم الف سؤال اتنين الرسمة الذي امامك يوضح التدرك في نص قطر العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة اول من انت بسيط على نص القطر احنا قلنا يا شباب ويا بنات نص القطر بيقل وبعدين بيزبط ويزيد عند ناحية مثلا النحاس او الخرصين فيزن انا الدولات بيقول لي ما العنصران الذي يستخدم احد مركباتهما كمبيد للفطريات مبيد للفطريات يبا عندك كابريتات منجنيز وعندك كابريتات نحاس طب يبا النحاس في الشكل ده اي ويه المنجنيز اللي هو اي فيزن كده اخترنا رقم الف سؤال رقم ثلاثة عنصر انتقالي يشبه الحديد في صناعة المغناطيسيات يبا ده الكوبلت والبطاريات الدافئة يبا تأكد انه كوبلت يكون التوزيع للزر بتاعته ايه فاذا طبعا ده الكوبلت اكنه 27 يبا اربعة ايس اتنين تلاتة دي سبعة يبا الاختيار رقم جين سؤال اربعة ما زوج الايونات الذي يحتوي المستوى الفرعي تلاتة دي فيه على خمس الكترنات مفردة خلي بالاك wet انا هاجرب بقى كل واحد FI موجب اتنين الدي هييبا فيه 6 يبا اربعة مفرط يبا دي مش هتنفع الفاندي بموجب اربعة الدي هييبا فيها واحد فدي مش هتنفع رقم ديل FI موجب تلاتة حوشنا 2 من الايس واحد من الدي ادي 5 حوشنا 2 من الاس في المنجانيز ادي 5 يبا اللي جاب رقم جين سؤال خمس عنصر انتقال رئيسي من السلسلة الانتقالية الاولى يكون ضاية مغناطيسية في حالة التأكسد موجب واحد ما التوزيع الإلكتروني لأيونه الأكثر شيوعا طبعا هو بيقول لي ضاية في حالة التأكسد موجب واحد يعني لو شلنا الواحد يبقى ضاية يبقى دا النحاس طب يبقى حالة التأكسد الأكثر شيوعا موجب اثنين اللي في النحاس يبقى زن أرجون 18 3D 9 يبقى اللي جابة كده رقم ألف سؤال رقم 6 أي من هذه المركبات ينجزب للمجال المغناطيسي يعني فيه الإلكترونيات مفردة ألف السكان ديوم موجب 3 الديفي صفر دا ضاية بق هيبقى الفان ديوم موجب 5 الديفي صفر دا ضاية جيم تيتانيوم موجب 4 الديفي صفر دا ضاية يبقى إذا البارة هيبقى النحاس موجب 2 لأن الده هيبقى في 9 يبقى فيه مفرد يبقى اللي جابة رقم دال سؤال 7 أي من التحولات تتم بسهولة أو المقال لك تتم بسهولة يبقى رايح للإستقرار يبقى أنا هشوف كده مين في دول رايح للإستقرار ألف المنجانيس دا موجب 3 الديفي أربعة طب رايح للمنجانيس موجب 2 الديفي خمسة يبقى إذا هو دا فعلا رايح للإستقرار يبقى إذا الإجابة رقم ألف سؤال 8 أي من أزواج المركبات التالية لها نفس العزم لها نفس العزم يعني نفس عدد الإلكترونيات المفردة أجرب طبعا كل الحاجات اللي قدامك دي هيطلع عندي بعد ما أجرب كل الحاجات دي مثلا ألف المنجانيس موجب 4 والنحاس موجب 2 مش هيكونوا متساويين رقم با التتانيوم موجب 3 والكروم موجب 3 الجيم هيبقى الحديد موجب 2 والكروم دا هيبقى موجب 6 فده برضو مش متساوي العزم يبقى رقم دا المنجانيس موجب 3 نحوش 3 2 من الاس 1 من الدي الدي في أربعة والحديد موجب 2 نحوش 2 من الاس هيبقى الدي 6 يعني الدي في أربعة مفرد يبقى العزم أربعة يبقى الإجابة رقم دا سؤال رقم 9 تتم عملية الجالفانة بواسطة الجالفانة يعني الخرصين طب والخرصين دا يا شباب يا بنات عبارة عن ايه عنصر غير انتقالي وجميع أيوناته غير ملونة فالاختيار رقم دا سؤال 10 عنصر انتقالي دا بليو من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى نص قطره يساوي تقريبا نص قطر العنصر X يبقى ذا دا ممكن يكون يقع من أول الكروم لغاية النحاس وبعدين بيقول لي يقل كثيرا عن العنصر Y الذي يسبقه أي الاختيارات الاتية يبقى انت كده بتفكر في كروم فانديوم أو فانديوم كروم منجانيز أي الاختيارات السابقة صحيحة يبقى ذا الاختيار اللي عندي هيبقى ذا فعلا رقم ألف الفانديوم Y2O5 والW اللي هو الكروم والX اللي هو المانجانيز يبقى الاختيار الصحيح بتاعنا هيبقى رقم ألف سؤال رقم 11 عنصر M من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى وجهد التأيون الخامس له يزيد بمقدار كبير عن جهد التأيون الرابع دا معناه مالوش خامس يبقى ذا رباعي وبيقول لي فإن المركب MO2 يستخدم فيه طبعا دا تيتانيوم يبقى ذا مستحضراته لقاء من الشمس فالاختيار رقم ألف سؤال 12 التركيب الالكتروني لأيون العنصر X في المركب X2O3 يبقى ذا X مجاب 3 به خمس الالكترنات مفردة فإن العنصر X يقع في المجموعة الرأسية هنا بيتكلم عن الحديد يبقى الحديد يقع في المجموعة التامنة الاختيار رقم ديل سؤال 13 عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى عدد مستوياته الرئيسية المشغولة بالالكترنات ضعف عدد الالكترنات الموجودة في المستوى الفرعي D بيزان دا ما أكنه كده أربعة يبقى هنا بيتكلم عن أن العنصر دا شديد الصلابة وكسفته صغيرة يبقى زان دا بيتكلم عن هو طبعا مش هش لان مش بيتكلم عن المانجنيز جميع أيوناته غير ملونة وضاية يبقى هنا مش بيتكلم عن السكنديوم ولا خرصين يدخل في سبائك العملة يبقى هنا برضو مش بيتكلم عن عنصر النحاس يبقى الإجابة رقم ألف سؤال 14 الرسمة الذي أمامك يوضح التدرك في نص القطر في العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة فإن العنصران المكونان لسبيكة قطبان السكك الحاجية لو أنت لحظت نص القطر بيقل من إيه لغاية دي يعني من السكنديوم للكروم وبيثبت من الكروم لغاية النحاس يبقى إذن دلوقتي هو بعايز الحديد والمانجنيز الحديد هيبقى عبارة عن F و E اللي هو الرسمة عندك الرسمة البيانية يبقى الاختيار رقم G سؤال رقم 15 أي من العبارات الآياتية صحيحة بالنسبة للعنصر الأقل لكسافة بيتكلم عن السكنديوم يبقى عنصر السكنديوم عنصر انتقالي جميع مركباته ملونة خطأ عنصر السكنديوم انتقالي وجميع مركباته غير ملونة أهل عبارة صح يبقى الاختيار رقم B 16 عنصران انتقاليان X و Y من مركباتهما X2 و Y2 و 3 يبقى زن دا معناه أن دا سلاسي وده سلاسي يبقى دا القروم وده الحديد المركب X2 و 3 يستخدم في عمل الأصبار يبقى كده أنا اتأكدت ان ال X دا القروم والمركب Y2 و 3 يستخدم كانون أحمر في الدهنات يبقى دا أكسيد الحديد 3 يبقى كده يا شباب و يا بنات العنصر X أكبر عزب مغنطيسي من العنصر Y والآيون X موجب 3 أكبر عزب مغنطيسي من الآيون X موجب 3 يبقى الاختيار عنده يبقى رقم G وبالمناسبة ألف و G متكررين زي بعض إذن هي ألف أو G سؤال رقم 17 عنصر X تركيبه إلكتروني أرجون 18 3D 3 4S 2 فإنه يكون طبعا دا يعتبر عنصر الفانديوم يبقى زي ان دا بارة مغنطيسي في حالة تأكسيد موجب 3 العبارة صحيحة يبقى كده اخترنا الإجابة رقم G سؤال 18 العنصر الانتقالة لازي يحتوي على الإلكترون مفرد في حالاته الزرية وله مركبات بارة وملونة طبعا دا يعتبر عنصر النحاس يبقى عنصر النحاس محلول أحد مركباته يتغير لونه عند خلطه مع محلول سكر الجلوكوز يبقى إجابة رقم G سؤال رقم 19 عنصر X من عنصر السلسلة الانتقالية يستخدم أحد مركباته كمبيل حشري يبقى بنتكلم عن المنجنيس أو النحاس ما الصيغة الكيميائية الصحيحة لأحد مركبات هذا العنصر طبعا هو المنجنيس في منه سنائي والنحاس في منه سنائي يبقى زان هو عايز الإكس يبقى زان الإكس دا يعتبر مركب من المركبات مبيل حشري يبقى ممكن اعتبره النحاس أو المنجنيس يبقى دا ليه سنائي ودا ليه سنائي يبقى اختارنا رقم B سؤال رقم 20 عنصر انتقال X جهد الثاني الرابع له أكبر كثيرا من جهد الثاني الرابع دا معناه سلاسي ملوش رابع أو ملوش رباعي فإن الصيغة الكيميائية الصحيحة لأكسيد يبقى زان دا أقصى سلاسي يبقى زان السلاسي عندك رقم B سؤال 21 يقدر العزم المغناطيسي ميو للعناصر أو الآيونات بوحدة بوهر ماجنيتون اللي هو البي ام ويستخدم من العلاقة جزر N N زائد 2 حيث أن هي عزد الالكتونات المفردة في الزر أو الآيون ما مقدار عدد تأكسد المنجنيز عندما تكون ميو بتساوي ثلاثة وسبعة وتمانين احنا قلنا يا شباب واتفقنا أول ما تشوف رقم كسر يسيبك من الكسر ويخليك مع الثلاثة دا معناه أن عزد الالكتونات المفردة ثلاثة يبقى إذا ان دا يعتبر هيبقى رباعي فكده بنكلم عن رقم جين سؤال 22 أي مما يلي يعبر عن خواص في لز انتقالي في لز انتقالي يبقى كسفته كبيرة درجة انصهاره كبيرة درجة غلانه كبيرة يبقى كده عندنا الإجابة رقم دالي سؤال رقم 23 عطيني جهود تأيون من الأول للسابع لبعض العناصر أنا هقرى جهود تأيون الأول 659 والتاني 1310 والتالت 2653 والرابع 4175 الخامس عبارة عن 9500 ويحوة 8 دا معناه يا شبابي بنات ان المستوى او الجهد الخامس قصر مستوى مكتمد يبقى دا رباعي مين الرباع يا شبابي بنات يبقى التيتانيوم يبقى لوكسيد بتاعه تي آي أو تو طب التوزيع الإلكتروني للعنصر دا أرجون 18 4S2 3D2 بكده يا شبابي بنات خلصنا نموذج من ضمن النمازج بتاعت الامتحانات لو انت ما سمعتش اي نموذج فيه كذا نموذج نزل على نص الباب ممكن تسمعهم وتكتب عندك الملحظات وتشوف انت غلطت فيين وممكن كده الحاجات اللي واقفة قدامك تسألنا فيها أو ابعد كده سؤال على الصفحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر